كل التفاصيل دي أنا أعرفها وكيف يستعد الأهل إلى هذه المواجهة من خلال زمننا فاروق صلاح اللي هنروح له من خلال هذا اللايف اللي موجود في فندق إقامة فريق النادي الأهلي عشان أتعرف من فاروق على استعلانات الأهلي لمباراة في شر مساء الفل يا فاروق برحب بيك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل يا محمد هي مباراة من مباراة القمة طبقاً لوجود النادي الأهلي على قمة الدوري وفريق فيوتشار في المركز الثالث هي واحدة من مباراة القمة خاصة أن فيوتشار كان واحد من الفرق اللي بتنافس النادي الأهلي على درع الدوري مع فريق بيرامدز ولكن يعني النادي الأهلي يتربع على عرش القمة الدوري وإن شاء الله النهاردة مباراة ومحطة مهمة جداً من ثلاث محطات متبقيين للنادي الأهلي من أجل حسم درع الدوري مواجهة فيوتشار زي ما أنت قلت مواجهة صعبة جداً النادي الأهلي يريد انهاء الدوري مبكرا فيوتشار ثم الإسماعيلي ثم الاتحاد الجانب الآخر أيضا فريق فيوتشار محمد زمان تعارف بيريد أيضا الهروب بالمركز الثالث بيفصلوا عن المركز الرابع أو صاحب المركز الرابع نادي الزمالك نقطة واحدة ولكن يعني أكيد الكابتن عليمار أيضا يعني بيزيد من صعوبة هذه المواجهة محمد سواء للنادي الأهلي أو للنادي فيوتشار فريق فيوتشار في آخر خمس مواجهات لم يستطيع تحقيق الفوز سوى في مباراة وحيدة على فريق أمبي دي من الأمور طبعا اللي بتزيد من صعوبة هذا اللقاء لكن تقدر تقول يا محمد لقيت النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله في كامل تركزهم الاستمرار على الأداء الجيد اللي احنا لمسينه والجميع لمسوا خلال الفترة الأخيرة بإذن الله تكتمل الصورة إن شاء الله النهاردة والفوز على فريق فيوتشار ويكون ثلاث نقاط تموهمة جدا يقربوا النادي الأهلي من درع الدوري بإذن الله الجمهور مش قادر ينسى فاروق إن فيوتشار كمن الفرق يعني عطلت الأهلي شوية في الدوري الأول بعد سلسلة من الانتصارات لكن جيت عادل مع فيوتشار هل الجزائي دي الجهاز الفني أكيد برضو بيفكر فيها لأن فريق من الفرق اللي اتعدلت مع الأهلي في بداية الدوري السنة اللي فاتت فأكيد مواراته عطبا مع الأهلي مباراة صعبة بالفعل يا محمد هي واحدة طبعا من المحطات الصعبة جدا والمستر مارسل كولر اتفرج على مباراة الدوري الأول اللي جمعت ما بين الفريقين ووقف على أمور كتير جدا تكلم فيها في المحاضرة الفنية اللي جمعت ما بين المستر مارسل كولر واللعابين بالأمس قبل طبعا اغتتام التدريبات النادرعلي على ملعب مختار تيتش دي كانت من النقاط المهمة جدا اللي اتكلم فيها مستر مارسل كولر على فريق فيوتشر وقال إحنا في المباراة دي أحرزنا هدف مبكر وأحضرنا كثير من الفرص في هذه المباراة لو كنا حققنا الانتصار في هذه المباراة أعتقد كان من الممكن إن إحنا حسمنا برضو الدوري قبل ما ننتظر لثلاث لقاءات هننتظر لقائين أكد على أهمية يعني ضرورة يعني إن إحنا ما نكررش سيناريو المباراة الأولى أو المباراة الدوري الأول الانتقى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضرورة الحراز الهدف مبكر في يعني بتكلف أول عشر داية وأول ربع ساعة ثم إحراز الهدف الثاني ودي يعني تقدر تقول الهدف الأساسي اللي مستر مارسل كولر بيتكلم فيه داما مع اللعبين يعني تقدر تقولها محمد بلغة الكورة وبنتكلمها بكل بساطة لو الكورة أو الظروف خدمك إنك تجيب هدف إيه المانع إنك تجيب الهدف الثاني والثالث ودي الأمور اللي مستر مارسل كولر بيأكد فيها مع اللعبين وعلى الرغم إن النادي الآية محمد تعارف النادي الآية بيحقق يعني السلسية رقم 14 لكن مستر مارسل كولر بيتكلم مع اللعبين أيضا على إهضار الكام كبير جدا من الفرص قال إن عندنا فعالية هجومية يعني غير مستغلة بشكل أمثل بنحقق عدد كبير من الأهداف لكن عدد الأهداف اللي احنا بنهدرها أعتقد من النقاط المهمة جدا اللي مستر مارسل كولر بيشتغل عليها وبيشتغل عليها خلال الفترة القادمة بإذن الله طيب لفت انتباه وحب نعرض الكواليس الحصرية لفريل أهل من فندو الإقامة وجود الشناوي مصطفى شبير علي لطفي يمكن أنا هزا أتكلم على مركز حراسة المرمى تحتنا يا فارول إن الساعات اللي فاتت البعض اعتقد إن في بعض الصور ما كانتش موجودة للشناوي فالبعض اعتقد إن خلاص الشناوي بينهي ارتباطه وممكن يحترف ويلعب في النادي النصر السعودي قدامنا هي على شاشة يا جماعة الشناوي موجود في قيمة النهاردة موجود في مباراة النهاردة عشان السوشيال ميديا بقى لهم بتتكلم عن إن في عروض إن الشناوي رايح النصر السعودي الشناوي مش في المعصخر الشناوي مش في التدريبات المبنح وأول هاي الصور موجودة ولقطات وصوت وصورة من فندو إقامة الأهل يا فاروق وكلمنا أكتر على فكرة استقرار مركز حراسة المرمى في الأهل بما إنك طائعا قريب جدا من علي ومن الشناوي ومن مصطفى شبير وبتتكلم دايما على طول مع ميشيل يانكو يعني خلينا أقول لك محمد دي نقطة مهمة جدا في غاية الأهمية أنت طرقت لهذا الأمر ومركز حراسة المرمى عايز أقول لك إن في نقطة مهمة جدا سواء من الجاز الفني سواء من اللعبين كافة الأفراد داخل منظومة الفريق اللي الندق لي محدش بيتطرق تماما لأي حديث أو أي كلام بيثار على السوشيال ميديا ما فيش أي كلام من هذا الأمور بتأثر على اللعبين بتأثر على الجاز الفني سواء في قراراته أو يعني أو مع اللعبين الجميع مركز في هدف واحد هو ضرورة التناص أو عودة درع الدوري من جديد للنادي للنادي أهلي أو عودته إلى يعني مكانه المفضل في قلعة الجزيرة المستر مارسل كولر والجاز الفني اللعبين محدش يعني أمور كتير جدا يا محمد وأخبار كتير جدا بتصار على السوشيال ميديا ولكن اللعبة لا تتطرق لهذه الأمور الجميع مركز في هذه المرحلة اللي احنا فيها خاصة مرحلة حسم الدوري وده نشايفينه بنعاكس على اللعبين محمد تكلمت طبعا على الكابتن محمد الشناوي كابتن علي لطفي كابتن مصطفى شوبير عايز أقول لك أيضا أن مستر مارسل كولر والشناوي وميشيل يانكون وأيضا علي لطفي ومصطفى شوبير بيتابعوا كمان حمز علاء وبيهنو على أداءه مع المنتخب مصر الأوليمبي مستر مارسل كولر بيتابع ويتفرج على المباريات المنتخب مصر الأوليمبي وتفرج على أحمد نبيل كوكا وتفرج على حمز علاء خطوط اتصال مفتوحة ما بين كابتن محمد الشناوي مع حمز علاء عايز أقول لك أن كل اللعبين عقب المباراة بالأمس أو عقب المباراة يعني كل نهاية كل مباراة الشناوي بيبقى أول حد بيتصل بي حمز علاء مصطفى شوبير علي لطفي دي الروح اللي احنا لمسينها محمد من اللعبين الأمور كلها يعني أي فرض يكون موجود في حراسة مرمى النادلالي سواء الشناوي سواء علي لطفي سواء مصطفى شوبير أعتقد الروح اللي احنا لمسينها ومشيل ينكون عامل روح جميلة جداً ما بين اللعبين ولكن الدور الأكبر أنت بتكلم لقيمة ومكانة محمد الشناوي أن كل الحراس بتحب محمد الشناوي يعني تكلم على علي لطفي الروح اللي دايماً بتلمسة من الشناوي اللي يكون أول واحد بيكلم علي لطفي أيضاً نفس الأمر بأنعكس مع مصطفى شوبير مع حمز علاء طاقة أمور كلها بتطم من جمهير النادلالي محمد على مركز حراسة المرمى في النادلالي طيب ممكن يكون كولر ريح من النهاردة من الماتش لأن احنا طبعاً عارفين الجدوة للفترة الجاية كل 72 ساعة مباراة أنا شايف قدامي في اللقطات حسين الشاحات موجود كهرباء موجود أفشا القندوسي ياسر خالد عبد الفتاح هل بقى مروان بتكلم على فكرة بقى بقى اللعيبة طاهر أنا شايفه برضو كان موجود ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم يعني من النهاردة ممكن يكون كولر فضل يريحه يا فاروق محمد يعني خليني بقى أنت يعني روح للنقطة مهمة جداً وده ما بنقول مستر مرسل كولر هيرايح مين النهاردة يعني عايز أستغل وجودي معاك يا محمد ويعني أنت يعني يعني واحد من زملائنا الأعزاء جداً اللي لمس مدى هذا الأمر خلينا نتكلم بالتحديد على اندرياس اندويا مخطط أحمال النادي الأهلي الرجل ده أيم بدور كبير جداً يعني واحد من الجنود المجهولة جداً في الجهاز الفني للنادي الأهلي ودوره والحالة البدنية اللي احنا شايفين عليها العبل للنادي الأهلي كتير كنتكلم على القياسات اللي اتعملت في بداية الموسم ومدى تأثيرها أعتقد وإحنا في مرحلة نهاية الموسم وانت لعبتك أكتر من بطولة لعبت اتنين سوبر لعبتك أس مصر لعبت الدوري لعبتك أس عالم أندية لعبت بطولة أفريقيا شوف معدل إصابات العضلية بالنسبة لعب النادي الأهلي أعتقد هو رقم قليل جداً يعني اللي عم شاء الله الحمد لله تبقى لسنوات كتير ماضية أعتقد جلسات مهمة جداً محمد أنت عارف أن الوقت دايما بين المباراة والتانية لكن خلينا نتكلم النهاردة بالتحديد على اندرياس اندويا محمد في جلسات مستمرة طبعاً بتكون بين وبين مستر مارسل كولر لتحديد عدد دقائل لعب لكل لعب وأعتقد يعني اندرياس اندويا قايم بدور مهم جداً ومميز جداً والجميع لمس هذا الدور إنعكاس الأمور البدنية على لعاب النادي الأهلي لعاب النادي الأهلي محمد وأنت بتفنش ديها تسعين تلاقي لعاب النادي الأهلي يقدر لعب تسعين ديها تانية أعتقد دي من الأمور المهمة جداً بلغة الكرة بنقول لها محمد إن لعبت النادي الأهلي وقف على رجلها كويس أو في أرض الملعب أعتقد دور مهم جداً لاندرياس اندويا طبعاً موضوع راحة اللعبين ده بيتم بالتنسيق طبعاً ما بين مستر مارسل كولر واندرياس اندويا يعني أعتقد أقول لك يا محمد من بعض برضو الأمور أو الكواليس أن طبعاً أنت عارف محمد الأجهزة الحديثة التي استقدمها النادي الأهلي سواء الجهاز الطبي أو المخطط الأحمال لاندرياس اندويا يقدر يحدد يعني تلاقي بيقى في تواصل ما بين اندرياس اندويا يحدد لمستر مارسل كولر أن اللعب ده النهاردة يلعب 70 دقيقة 80 دقيقة اللعب ده يقدر ياخد ربع ساعة اللعب ده ياخد 10 دقايق تقدر تعمل الروتيشن بشكل منظم جداً ما بين اللعبين وبالتالي يا محمد أنت لما تلاقي العيب بيدخل داخل المجموعة ويدخل مكانه العيب الشكل الأداء بيبقى واحد يعني الرسم البياني أو الرسم اللعب النادي الأهلي في أرض الملعب أعتقد ونفس أسلوب اللعب أعتقد منظومة مهمة جداً قدر يحافظ عليها مستر مارسل كولر طبعاً بوجود واحد زي اندرياس اندويا اللي أعتقد احنا كلنا لمسين دوره محمد طبعاً موجديد مع الفريق في المعسكرات في الصفر في أي مكان لمسين دوره واحد من الجنود المجولة جداً وأعتقد أنا محمد أنت لامس هذا الأمر من مخاطط أحمال للنادي الأهلي فأعتقد مستر مارسل كولر من الممكن أنه يعني ما يبدأش ممكن ببعض اللعبين طبعاً عن المباراة الأخيرة لكن اللي قدر أأكده لك أنه هيلعب بالتشكيل الأساسي في هذه المباراة مستر مارسل كولر بيأكد على هذه المباراة بيأكد أن فريق فيوتشر خصم صعب جداً وبالتالي هتلاقي التغيير عن مباراة البنك الأهلي إلى محمد هتكلم في تبديل أو تبدلين في أضيق الحدود عموماً أنا فاروق أشكرك شكراً جزالة كل هذه المعلومات وطبعاً قدامنا على شاشة يمكن القوة الضربة كلها موجودة في قائمة فريق النهاردة في مباراة في يوتشر كل شكراً لك فاروق على المعلومات والإضاحات بخصوص مباراة اليوم وشفنا اللعيبة شفنا الكواليس شفنا اللقطات بنكلم القوة الضربة بيرستاو وقهربا بنكلف وجود طاهر حسين الشحات قندوسي كريستو شناوي مصطفى شبير علي لطفي ياسر إبراهيم محمد عبد المنع المرامي ربيعة ربنا يوفق في الفرين نهاردة كمان شفنا علي معلول محمد هاني خلد عبد الفتاح مروان عاطية حمد فتحي بس مش هتشوفون نهاردة موجود في القائمة لأنه خلاص يعني خلال ساعات أكيد هيبقى فيه إعلان رسمي في مسألة انتقاله أحد الأندية القطرية خلال الفترة اللي جاي